اه يا حبيتي يا سيدي الجاسع ليه بالجزم بيلبه يدهي الجاسعي معه وصاحبه بيدور عليه اهلا بكم تعالوا نشوف القضية اللي حصل في محافظة البحيرة كفر الضوار احيانا الزوج لما يكون متسامح بيتبقى ميزة بس يتسامح فيه خلي ان امراته مسلا زرق سريت من المجنيه يتسامح فيه خلي ان امراته صحي الصحي ما لقاش هدومه في نظيفه يتسامح فيه خلي ان اجيه البس يتسامح فيه جاه مرة لقى البيت مش نظيف يتسامح فيه جاه مرة لقى البيت يدرب يقلب والطبيق مش طبخة يسامح كل دي حاجات سهلة لكن هل ممكن الزوج يسامح اذا عرف ان امراته كانت لها عشيق وبيجيلها البيت وبيينمعها هل ممكن الزوج يقول لمراته خلاص بقى الموضوع ده ما يتكررش تاني لو اتكرر تاني هزع منك والله وانا بقولك اهو ويمسك العشيق وقول له اكده غلط دي امراتي والله لو عملت كده هيصعب عليها منك هل ده كلام يا جوز فيه حاجات الزوج لما يكون متسامح فيها ماشي يا حاجات عادية خدت مية جنيه من وراه انك ما عملتش تجال الشوز بتاعه ما نظفتش البيت رجع لها الاكل مش جاهز رجع لها البيت مش نظيف ماشي يتسامح في الحاجات دي كلها لكن يتسامح انه يعرف ان امراته ليها صديق وبيترد عليها في غيابه وبينم معه وبيلبن ده الجسد ما يبغى الزوج ده يبقى لمواغزة راجل مش كويس اللي حصل تعالوا نشوف القصة دي اللي حصل في البحيرة كفر الضوار اسم الزوج شريف عنده تمانية وعشرين سنة وزوجته اسمها مونة تلاتة وعشرين سنة هو الرجع كان بيدور على عروس اولاد الحلال قالوله على مونة وفعلا لما سأل عليها لهوها بنت ناس ومؤدبة وبالفعل تقدم لها وتم الجواز وما فيش مشاكل بينهم والحياة زي الفن ماشية الدنيا ماشية بين الزوج وزوجته والامور مستقرة والامور تمام والحياة عادية الزوج عنده عربية ملاكي مخصصها للخير يعني للخير خلي انه واحد عايز يروح مشوار المستشفى خلي انه واحد وراها عايز يروح مع بنت يعني ليه بنت عايز يجيب لها الشفكة من محافظة البحيرة وهما القفرة تدورت يخدوه او منه بيستفيد بالعربية وبيطلع عرشين يعني الراجل يعني بيستفيد بالعربية الملاكي بتاعه فالزوجة في الوقت ده تعرفت على واحد اسمه همام همام ده عنده سبعة وعشرين سنة وهو صديق شريف اللي هو زوجة وانا قلت بك امت مرة وامتيني الناس حفظتها صحبي وصحبك على القهوة صحبي وصحبك على الكافيت صحبي وصحبك كرسيين قدام البيت صحبك ما يدخلش البيت الا ومعاه مراته او حتى ما يدخلش البيت اصلا لا معاه مراته ولا غير مراته لانه ممكن معرفة السيادات مع بعض تبقى مصيبة فكل واحد يخليك نفسه ويخلي علاقاته برا بيته لك علاقاتك وصدقاتك ومغامراتك برا بيته خلي بيتك ده قلعة حسن ما حدش يقدر يدخله ولا حد يقدر يهرب منه احمي مراتك واحمي ولادك من شر عين اي حد يدخل عليك سواء كان راجل او ست اي راجل محترم بيبني وحوالين شايته وحوالين بيته سياك صورة عادة عالي عالي بحيس يحمي مراته يحمي ولاده يحمي بيته لان دلوقتي احنا بقاينا في جو الواحد الاخ بيبص المرات اخوه الزوجة بتبص لجيز اختها كل بقى مباح وكل دلوقتي عايز الاب لديها الجسد بغض النظر زنة زنة محارم حرام حلال بقى الموضوع دلوقتي في ضحف ايمان وعدم اقتناع باللي موجود اللي حصل انه في الوقت ده غلطة شهشام انه عرف مراته على همام مونة اتعرفت على همام واستمرت العلاقة طويلا حتى توططت بين مونة وهمام واصبحت العلاقة علاقة حب وهيام وعشق لدرجة ان هي كانت بتروح تبايت بتهرب من بيت شريف تروح تبايت عند همام ويالزوج يفضل اللي الكل يدور ويسأل صاحبه يا همام مراتي مش في البيت ما شوفتهاش يقول له لا وهياته جا في حضنه على السرير في بيته تخيلوا واحد اتصل بصديقه يقول له ده مراتي خرج افنين بيته لسه مراجعتش يقول له ياخد الوقت ترجع ما تحولش يام وهيو عظمها بيلاب بيدها يتجسعد معها وصاحبه بيدور عليه شوف وصل التجارة غد بيه وفي الاخر ترجع له تاني يوم كنت فين كنت تعبانة وراح تبايت عند واحدة صاحبتي يقول له طب ما تكررش الموضوع ده تاني زوج متسامح جدا ومتساهل جدا لدرجة انه هو عارف ان فيها علاقة بتربطها به همام صاحبه فقال لها انا تأكدت من خيانتك وان انت كنت بايتها عند صاحبي وانتي 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 واعترفت له الزوجة وهيقيت له سامحني ومش هيتكرر الموضوع ده تاني وغصب عني وكانت نازوة وخلاص وبكت والزوجة قال لها خلاص انا سامحتك بس على فكرة لو شفتك تاني مع همام انا هقتل همام الزوجة مجرد ما الزوج سامحها وده تساهل غير منطقي وغير طبيعي وغير مبرر ومش معاون ومش منطقي ان زوجة تعترف لزوجها ان هي خانته مع صاحبه وقول لها خلاص هسامحك بس ما يتكررش الموضوع ده تاني ده ما تحصلش ابدا لكن في البحيرة كفر الدوار حصل وفعلا سامحها لكن الزوجة راح تتصلت بعشها اللي هو همام قايت له خلي بالك زوجي حلف لو شافني معاك او شافي شافك معايا انه هيئتي لك قال لها لا كده جاب اخره معايا يبقى انا لازم اتخلص منه ونتجوز قايت له على خيرة الله يلا شدي حيلك بس انا مليش دعب الموضوع ده رتب كل حاجة وانا مش هشارك في حاجة بالفعل همام اتصل بتنين من اصحابه واحد اسمه عبد الرحمن عنده واحده عشرين سنة واحد اسمه حسام عنده عشرين سنة اتفق معهم وقال لهم احنا لازم ننخلص على آآ شريف والفلوس اللي انت عايزين بس تساعدوني قال له هنعمل ايه قال له انت تقلص صوت واحدة ست وتقول له ان جوزك تعبان وعايزة توديه المستشفى وتدره العنوان ومجرد ما هيركب هاته طب هو اقفل الست دي ما هيروح مش هيلا يا ست قال له لا انا هاتف بالست وانقاب وهقف وهاتصل بيه اول ما شوف العربية وهقفه وتركب ونركب احنا الثلاثة بالفعل اتصلوا بيه باتصلوا بشريف اتصل واحد منهم اتصلوا وعمل واحدة ست وقال له انا جوزك تعبان ولازم انت جينا دلوقتي يقول عنوان في حتة الفقنية في كتر الضوار وعنكون مستنيينه بالفعل همام وصل بالعربية لقى ست منتقبة وجنبها راجل مسنداه قال له منتو اتصلت بيه قال له ايوة ركبوا معاه العربية الست ركبت منه قدام اللي هي طبعا اللي هي العشيق والراجل ركب من وره وفي لحزة واحدة كان العشيق مطلع حبل بسرعة خبقوا بطول في رائبة الراجل اللي وره راح شد ما سابوهش غير لما مات وبعد كده راحوا يتشررينوا منع الكورس بتاع العربية بتاع القيادة وركب الراجل المنقب اللي هو الزوج وراح ماشي بالعربية بعض كيلو مترات وجابها عند مصرف ونزلها ونزل كان وراهم عربية وراح الصحيبهم تاني كان ماشي وراهم نزلوا ركب العربية وراحوا ماشيين وكان الزوج عمل حادثة واعت في المصرف ومات. بالفعل تبلغت لما باحث كفروا تدور ان في عربية عند المصرف وافا وفيها شخص ميت جاءت المباحث وجاء رئيس المباحث طلع العربية بالكشف الظاهري وجدوا فيه بعض الكدمات حوالين الرهبة الطب الشرعي اثبت ان هو مات مشنوع يعني مات حد جاب الحبل كده من وراه وهو بسهول غتما موتوه. التحريات والبطاعة جابوا العنوان وصلوا للزوجة اللي حاولت انها متعرفش اي حاجة لكن التحرات اثبتت انها كان في خلافات بينها وبين جسها وكانت دائما تروحت بيت عند همام وان هي فعلا لها عشيق اللي هو همام والتحرات اثبت الكلام ده بتجديد الضغط عليها واتهمها بقتل جسها انهارت وقالت لا انا مليش دعوة ده همام هو اللي قال لي وهو اللي ركتب وبالامارة جاب واحد صاحبه وقال له صوت واحدة ست ولبس نقاب زي ما حكاها للقصة واستناها عند البيت وخدوهما ووقتوه في الطريق. القبض على همام والضغط عليه اعترف وقال بس انا ما كنتش لوحدي الزوجة كانت مرتبة كل حاجة وكل حاجة بالاتفاق مع مونة انا ما عملتش حاجة غير لما عشمتني ان انا لما قتل لها جسها ان احنا نتجوز ونعيش في شقة جسها وانها نتمتع بفلوس اللي هتورسها وان انا ما كنتش لوحدي كان معايا اه هشام ومعايا عبدالرحمن حسام وعبدالرحمن واحد عنده واحد وعشرين سنة واحد عنده عشرين سنة هم اللي شاركوا معايا تضم القبض عليهم واعترفوا طب صليا بكل ادوات الجريمة وازاي نفزوه. دي جريمة انا شايف ان فيها الغدر من الزوجة. ازاي ان هي بعد جسهم يكون متسامح لأقصى درجة. اي واحد تاني كان غير شريف كان ممكن يقتل همامه يقتلها. لان الا الشرف والا العرض. يعني الواحد ممكن يسامح في كل شيء الا في شرفه ولا في عرضه. ازاي يعني واحدة دي اعترف لجسها تقول له ايوة انا خنتك مع صاحبك همام وكنت واحد بايت عنده وسامحني. جم يقول لها خلاص اول واخر مرة. ولو شفتك ماشى معاها تاني انا هاتلك وقتله. جي ما فهاش اخر مرة. انت ما روحتش ملاقيتهاش عامل الغداء. جم تقول لها اول واخر مرة. اه جي ما لجاش الاكل جاهز. ولا روحت ملاقيتاش من منظف الشقة. جم تقول لها اول واخر مرة ايه جيالجة الشقة مش نظيف. ده شرفك وعرضك. ده سعليه بالجزم. وهي بتاعترف لك بكده. كان اقل شي اخي طلقها. لو مش عايز توسخ ايدك بدمها القذر او بدم وهو طلقها. واخلص منها ومن عرض. لكنك تسامحها ده تساهل غير مبرر. والزوجة بدل ما تعمل جميلة كبيرة اوي. وتحط جلسها فوق دمخها وسمحها وغفر لها ازا الزنب العظيم. لا اتفقت تصعد بالعشيج تقول له خلي بالك. بعدابني. لو شاكمي معاك. او شفتني او او حس ان في علاقة بينه بات هيتلك. يتبلغ العشيج بكده. والعشيج يقول لها لا ده كده جاب اخره. احنا لازم نتخلص منه. شفت المكر. انا كيدا هم عظيم. الزوجة. لكن نلوم على الشريف رحمة الله عليه بقى وربنا يرحمه. نلوم عليه انه عرف زوجته على اصحابه. اجبر غلط بيقع فيها الزوج. اجبر غلط. زوجتك مالها باصحابك. ايه اللي يخليك تعرف زوجتك على اصحابك? ايه الحكمة? تعرفها على اصحابك لما يكون كل واحد معاه مراته. خلص بتبقى ستات مع بعضيه. لكن لوحده ليه? وادخله بتك ليه? وتخليه مراتك تقعد معاه ليه? ورقم تليفونها ورقم تليفونه وصل لها ازاي? كل دي حاجات لازم الزوج يعني دي الدروس اللي في ساعة مع حنف. ده الدرس اللي انا دائما بقوله في ساعة مع حنف. يا جماعة لازم نستفيد من غلطات غيرنا. صاحبه صاحبك للمرة المليون. برا البيت. عتقى فيه على اهو كرصين برا البيت. بتدخل جوه البيت ليه? بتعرف مراتك عليه ليه? اهي حبيته يا سيدي. وكانت السبب ان هي عشقت صاحبك وقتلتك او شاركت في قتلك. قول الله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم. اشتركوا في القناة